دائماً كان عندي شعور بأنه عمل كل محاور هدف إظهار المعلومات اللي ممكن تهم المتلقي ولا نجيب أي معلومة في كثير طرق أكثرها قرباً علي هي القصة القصة اللي ممكن يسردها الضيف بتفاصيلها بلبرت صوته بانفعالاته وردود أفعاله ممكن تحكي كثير ممكن توثق فترات مختلفة عاشها ممكن تاخدنا على أحداث مرأة معنا إحنا كمان وبالمقابل نعيد النظر فيها ونتمعاً بإحداثياتها نحكي لبلد مصر خير حلقة جديدة منحكي فيها لبلد مع مين هذا سؤال كبير وهاي قصة طويلة قصة منسمعها بكل محل وبكل زاوي من زوايا هالبلد الراوي الممثل المخرج والكاتب فيها هو نفسه كيف ممكن نصير كل هذا رح نسمع اليوم بس لحظة الموضوع ما انتهاش الموضوع بدي وبس ومع شخصين إضافيين يمكن حكي عم بيكون مبهم شوي فاهم ومقدر بس يمكن لا يبطل مبهم لازم نسمع تفاصيل كل التفاصيل من الفنان الكاتب والمسرحي أسامة مصري يا مساء الخير أسامة مصري مثل الفل والياسبيين كيف حالك؟ البنفسج شو الأخبار؟ حبيبي الحمد لله كل شي تمام؟ والله تمام بس يعني لو تعطيني كمان مليون دولار بس يمعني مليون دولار وعشر شيكل لأنه مليون دولار بيقولك أحلامك؟ نا يعني إنه نقصيني بس شو أحلامك؟ اوه كتير أشياء يعني مليون ما بكفوه؟ لا بكفوش بكفوش هيك وإحنا يمكن عم نحضر حالنا للبث المباشر وسامة كنت شوي مش عارف بالغناء أنت بتكسر الروتين؟ ولا بتمرئ وقت؟ ولا كيف؟ بالغناء لما بغني أصدك ولما بكتب غنائي لا بالغناء لما بتدندن أو بتغني لما بغني أنا عندي وسائلة استعملتها طول حياتي أتغلب على الكآبي فاخترعت أول شيء النكتة فكان النكت هو أنه ما يعرف إيش أنا بحيث كل يوم تلقيني بنكت بحكي بالشغل بكل محال فبقولوا لي الجو معك حلو وطبعا أدمنت على الشغلة وطبعا صارت معدين شغلة وصارت مربحة أنا حبيت أنه الغناء هيك لمكافحة تنقل الكآبي في العمليين في اليوم هيك مجتمعنا في هاي الساعات عم بعاني من كتير أعمال عنفه في الساعات الماضية بدك هيك قبل ما نبلش حوارنا وتفاصيل حوارنا نكافح الكآبي سوا إلي لا شو بدك تغني غنيت كتير أغاني ما قبل الهواء بالأساس لازم أغني سمعنا أشياء بتعرف نكسر الروتيني شوي تباعة البدايات وبتعرف شغلة أنا دائما بتعمد مثلا أنه أسأل عن الموسيقى تباعة الضيف اللي بحبها الضيف أو حتى اللي بدندنها في أي مكان في السيارة بالحمام بالغرفة بالبيت مع أصحابه بسهراته بحس أنه هاي منطلق منيح لأفهم كمان الشخص لشو بميل كيف بيفكر وبأي طريقة بيفكر يلا غنيت أشوف غنيت مع حسابة أو أسمع وبعنا هاي بخصك فيها غنيت بتقول نشاز 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 قالوا عنك نشاز يقولوا شو ما يقولوا المهم مين اللي فاز خدوا مثلا جليليو لما اكتشف إنجاز الكل اجتمعه قرر إنه قليليو نشاز مع إنه يعيني عليه سهره بزت عينيه التمه قضوا عليه ما قضوا على الإنجاز نشاز 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 قالوا عنك نشاز يقولوا شو ما يقولوا المهم مين اللي فاز والبنت الحلوي جندرك حملة فكر ممتاز ناس الكامل فحر الكلمات فحر الكلمات فحر الكلمات النيح شو النشاز بمجتمعنا اليوم طلع هو هاي بلشت منه أنا بحب أغني كيف الفكرة هاي أنا كتابتها طبعا الفكرة إنه بحب أغني وبقولوا لي أنت صوتك نشاز فأنا عدت أبها لي بالآخر يعني مين قال إنه النشاز هو الغلط برك النشاز هو اللي صح فعملت بحث بمين كانوا نشاز بالعالم وهن طلعوا الصح والعالم كله غلط فكان واحد مننا قال ليه لما اكتشف إنه الشمس هي المحور مش العكس مش الأرض زي ما بكتوب كل الكتب السماوية وكل من كانوا ضدوا اليوم كل الماشيين عليه صحيح إنه حكموا عليه وقتها بالموت طبعا هو تخلص من الحكم لكن جندرك نفس الشي جندرك حملة فكر ممتاز وحرقوها بالكاز هي هيك بالحقيقة حرقوها لكن أول دولة تحررت من حكم الكنيسة وهي فرنسا تخيل أنت بعد ما أخذوا من ابن رجد أنه نفس الدين على الحكم فهذه اللون كانوا نشاز مشهورين والناس مشوا عليهم من غاليليو ومن جندرك وما إلى ذلك هيك من تفاصيل حكيتها من بلش ربي الشوارب قبل أنت أو لطف واسر؟ والله ما بعرف على لطف واسر احتمال ما كانوا ربي ما بعرف بس أنا و أنا يعني لما أنا كنت بربي الشوارب ما كنتش أعرف لطف واسر كنت أعرفه بس مش عارف كانوا مع الشوارب ولا لا كانوا يمثل بمسرحيات يعني بس كانوا بعيدة بتخربطوا الناس اليوم بناتكوا؟ في ناس بقولوا أنه إحنا نقرب لبعض لا بتخربطوش مرة واحدة تخربطوه مرة واحدة تخربطوه وكنت أنا وياتوا قاعدين جمع بعض بعد جمعة بقول لي رئيس التحديد فأني بقول لي مبارح كنت مع أخوك قالوا من الأخوي فأنا فكرت ميسرة ميسرة فأقول لي هذا عز أبو طيب عظيم جداً هاتن شوين فوتكا على التفاصيل الشخصية يمكن سردها وقرائتها وهاتنعمل مع بعض عصف ذهني أو نوع من عصف ذهني سما موالي 22 أكتوبر عشرة تشرين أول تسعة وخمسين يعني مفروض تكون بآخر يومين بالميزان عندك توازن بتحاول تعمل توازن؟ دائماً وأنت بفلت منك التوازن يعني ستين سنة اليوم وعزياد إن شاء الله بفلت بفلت طولة العمر وأنت بفلت منك التوازن خلال هذول الستين سنة؟ كتير الأوقات يعني لما كنت أتعصباً على أولادي لما كان صغار أو مثلاً أكون طالب شغلي وأنا يعني مشتغل عليها كتير دم قلبي حادث يعني لدرجة إنه هاي آخر واحدة كانت صعبة كتير عملت عملي في القلب ورحت على المستشفى عالسلامي كنت يعني عامل مسرحي وطالب طلبات إجيت لقيت ولا إشي صح مان كيف ودافعين مصاري الجماعة بس إذا أنت ما كنتش ماسك في زمام الأمور بتحس إنه التوازن بروح؟ أنا بحب أتدخل كتير بأشيان يعني شغلي بحب يعني أطلع على كل إشي إنه أشوف حلو من أضبوط يعني شغلنا هيك شو الإشي الحلو بالنسبة لك؟ يعني شو إنه حلو؟ إنه حلو وإنه منيح في المصاري بقوله عن المنيح بقوله حلو وهي مرة نغشيت فيها عملت أكل لواحد مصري بقوله كيف لك؟ بقولي حلو بقوله لا أحطي لك منيح بقوله لا حلو كده بقوله حلو يعني منيح فحلو مش يعني شكلاً نعم لأنه إحنا بنشترك كمان على الشكل لما أنت لما أنت بتطلع بالتلفزيون هو متشوفك يعني الناس بشوفه صحيح صحيح اليوم مش راديو هذي إنه بس أسمع فهذا الشكل كله مع بعضه حتى لو بدي يكون إشي مخربط بدي يكون كمان معمول بخصوص صح مقصود ومعالج بالطريقة الصح كل إشي على خشبة المسرح مفروض يكون معالج بطريقة صح في إلو هدف في إلو مكانته ولهيك اليوم حتى لو مكنش ولا إشي طبعا أنا مفيني مسرحيي بطل على حالي يعني كيف أنا مع كرسي معانو صاروا بعدين يستغلوا هذا الموضوع بتعرف عشان يعني مصاريف إنتاجية أو تقليل من مصاريف إنتاجية لا لا في كمان مدرسة هات نروح شوي أو نرجع شوي على العالي بالأساس أهلك وحكيت في محلين أعتقد إعلاميا أنه مش أفضل إشي كانت العلاقة مع والدك في حينها واتندمت على الموضوع في سياق التوازن مين كان من أهلك يعمل توازن عندك أنت أسامة مصري ومين كان يخل فيه يعني خل ما كان لأنه هذا كان طبيعة يعني طبيعة بنائهن صحيح ولكن عندنا إحنا معادلاتنا كتير أوقات لا لا إحنا شوف في الشي واحد مرأة في مرحلة المراهقة تنصح مع أبو أو مع أمو يعني دايما إحنا أنت أو أعداء له بنوع على الشغل إنه إحنا معهن وهن كذا بس نكبر ولما تصير أبو لما تصير أبو بتعرف إنه أبو كان معهن أنه يعني أنت ولا إيش عبال اللي هو عناه يعني أنت يسا عم بتعاني نفس اللي عملنا أبو يعني عبين ما تعرف إنه أبوك صح بكون صار عندك كتير بتأخر فأنا من أبوي كتير كتير حبيت أشياء وأخذت منه وأنا مش عارف إنه عم باخذ منه بعدين يعني اليوم أنا في الشغلات كتير عايش من وراها من أبوي وأنا مش عارف يمكن عن العائلة الأولى لأسامة مصري إحنا منعرف طرف واحد بس ألا وهو ميسرة مصري أخوك برضو فنان برضو ممتهن لهذا المجال واللي إسا كمان إيكا ممكن نعرض صورته على الشاشة إذا بدنا نشغل ميزان معين أوكي وبنحطك أنت على كفة وميسرة على كفة في التمثيل المسرحي أو في امتهان المسرح أكثر وين الكفة الراجحة بتكون؟ كل واحد له ميزاته هو مين ممتلئ أكثر بهذا المجال؟ يعني أنا مثلا بحب الكوميديا اللي بعملها ميسرة محترف من درجة أولى دائما حتى لما بنعمل مشاهد كوميديا مع بعض هو بيأخذ طرف الكوميك أكثر أنا بأخذ الجدي يعني هو طبعا الموقف الجدي واللي بضحك صحيح ولس هو بيأخذ موقف الكوميك أكثر اللي هو يعني هو محترف ربي على الكوميديا يعني أنا عملت الكوميديا بس هو ربي عليها يعني ربي عليها عندي أنا مني لكن هو ربي عليها يريت أنا ربيت على الكوميديا زيه لكن ممكن كمان من نفس المقدرة تأثر مين سرى منك؟ أكيد أكيد تأثر لأنه كان طفل لما بلش هو يعرض معي صحيح ولكن إذا نعمل مشاهدي يمكن للخط الزمني كليات ولامتهان كثير أمور تعلق في الفن والتمثيل ميسرة راح على التلفزيون على سبيل المثال مثلك هل هذا تأثر؟ لا هذا مش تأثر هذا فرص عمل مش أكثر ولا أقل يعني اليوم أنا مثلا بشتل مع كثير راس بشتل شوي هو معهن يعني أنا بشتغل في مسرح كنت أشتغل في مسرح الكرمة بطلت هو بشتغل في مسرح عكا بعد ومسرح عكا هو مثلا شارك في مهرجان المسرح الآخر أنا شاركت في مهرجان المسرح الآخر هو شارك وأخذ جائزة أحسن ممثل في إسرائيل في البلاد في البلاد وعصيرة التلفزيون هيك بما أنه حكينا على التلفزيون أسامة هل منقدر نقول أن الفرص اللي بتيجي من التلفزيون هي أداة لتثبت أنك موجود للظهور أكثر أو للمردود المادي لأنه يا جماعة بدنا نعيش لا التنين المردود المادي مش بالأول بالنسبة إلي ما بعرف الآخرين يمكن الناس بحاجة ما قديش أحكي يعني أما بيتوصلك لأنه تعرف تلفزيون شكله فيه آخرين بالنسبة إلي المردود 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 واضح لا واضح واضح ما أنا بعرف من شأنك بديش أحكي عن الآخرين لا هاتني مش عن جد لا إنه أنا بالنسبة إلي التواجد وكيف أتواجد طبعاً مش بس مجرد إنه يلا هشوفيني الناس يعني أهم إلي وكتير يعني عملت بأعمال اللي أنا متواجد فيها وناس يحرفوني منها وان زمان زمان أنا بهاي الشروع أي فرصة عمل بكل مسيرتك المهنية كان إليها المردود المادي الأفضل المردود المادي وبتقول يا ريت نتخصصت في هذا الشق مثلاً هو اللي قال لك اليوم اللي ماشي هو الستند أب وكان ناجح عملت أنا فرقة أنا وأصدقاء اتنين إلي اللي هني ميلاد مطر وسعيد سلام صحيح عملنا فرقة اسمها كوميديا ببلاش نظبوط ونجحنا نجاح باهر وخدنا برنامج بتلفزيون بعد ذلك يعني بعد العروض المكثفة وانتجنا حلقة من ساعة وربع تخيل أنت ساعة وربع كوميديا بالتلفزيون وكان عندنا شغل كثير لكن صار فيه أشياء ككل واحد ينشغل بشغلي على فرطة الشغلي ومثل كل مجموعة ومثل كل الفرقة كثير ظروف بالحياة بتفرقها وبتخلي كل واحد منهم يأخذ مسار مختلف بثير اليوم حد اسمك بتعريف أسامة مصري مصرحي ممثل مش عارف مخرج كاتب صحافي أوكي أنت فنان بكل إشي أو بحاجة لمردود مادة لا عشان هيك تخصصت فيهن لا لا بالأساس أنا يعني عندنا إحنا بيت فني يعني بيتنا بالبيت يعني أبوي كان يعمل الشغل اليدوي أي شي بيعمله من إيده كان نجار كان حداد كان تنجرة تخرب بيعمل له إيده يخترع له شغلات أخوي الكبير كان يرسم على الأزاز أخوي الكبير ممثل أول ممثل فتى ممثل في مسرح الناهض الفلسطيني يعني بعد دوغري بستخرج من التصف 12 كان أول واحد وناهض مرحلة كثير مهمة بالمسرح الفلسطيني هذا أخوي الكبير اليوم هو أرختكت بس هو وقته كان ممثل يعني فأمي صاحبة نكتي وتغني أبوي حكواتي أبوي حكواتي حكواتي يعني بكل معنى الكلمة وما كنت أعرف منين نجيب القصص بس كبرت وعرفت وعرفت إنه أخذت من كتب براسه بس أنا كنت فكرها بألفها كنت صغير هذا كله زرع فيي ودعنا هيك عالي يعني نحب المرحة نحب الكوميديا التأليف الإخراج هذا بعدين مع الشغل يعني أنا معرفش كيف إيش اسمه إخراج إلا غير ما فضنا عن مهنة نفسها تعرفت علي كل الأشي شو اللي بضحكك اليوم؟ يعني مثلا قبل أكام يوم حضرة مسرحية ليوسف أبوردي ومكرم خوري بتحكت من كل قلبي سيع وربعه كله سيع ليش لأنه بيحكوا لغتك لغة جيل لا لا لأنه بيعرفون أنه بضحكوا بيعرفون أنه بضحكوا بيعرفون أنه بفلتك من اللغة أنا أي واحد ممكن تعرف أنه أنا ممكن مشهد يكون ضحك جدا جدا يبكيني يبكيني أبكي يعني قصدي مش هتسعيد أنا أنا بوافق مش هتسعيد بين واحد ووحدي أبصر كيف يرتقوا بسعادة ببكي يعني ممكن العكسك بأثر فيي فالأدوني حذرت المسرحية أنا وأنا بقولك إياها بكل يعني ما شفتش كوميديا على المسرح الفلسطيني الزمالي تدعي بشوف يعني شايف كتير بهذا المستوى عظيم عظيم جدا خليني بس أرجع هيك عن جديد للتعريف إذا في إش استوقفني فيه مش كثرة البوزيشنز أو الوظائف لا كلمة الصحافي بصراحة تعرف قديش بالعالم عموما بتعبوا ليأخذوا هاي التعريف أو هذا التعريف طبعا أنا كم أنا تعبيت أنا دخلت على عالم الصحافي كمصمم جرافيك لأنه أنا رسام كنت أرسل كاريكاتير كاريكاتير في الاتحاد ففتت على هذا الأجال وعلموني الجرافيك بالاتحاد نصرت مصمم الأول الصحيفي صحيح أنا فترة طويلة إلى سنتي التسعين تقريبا تسعة وتمانين تسعين لما أنا قررت أروح أتعلم في القاهرة مرة أتطلم بالقاهرة فطلبت منهن أنه يمولوا دراسي على أساس أن أصير مراسل لإعلن في القاهرة من يومته اختصيت في الكتاب المراسل الفني كمان لظروف معينة كنت أول ما بني أراسل كل إشي بعدين لما تضيقوا علي في مصر تخصصت بس بالفن حدا قال لي يعني وهو فنان فلسطيني معروف كان مستشار عرفات غسان مطار قال لي بدك تضلك في البلد سيبك من السياسة ويكتب بس على الفن قلت له من عيني هاي العيني بدأت أتعلم أنا كمان إذا في سبق صحفي مهم ممكن تتذكروا وتستعرض المعياته طبعا مش سبقه كثير يعني حطوا لي على السبق الأولى يعني مش واحد إذا في خبرك فعلا مش خبر أنا أحكي لك أول لقاء بنعمل مع دوليد الحام مع جريدي فلسطيني أنا عملته أول لقاء أول لقاء مع نضال الأشعر من لبنان طبعا أنا عملته عم نحكي على سيدي نضال الأشقر ومسرح المدينة المسرح الضوء ما كانش بعدها مسرح المدينة المدينة الجديد في السنوات الأخيرة كانتها في سنة التسعين للقاء وعملته في أوتيل نحرق بعد شهر يعني شغلات أحمد فؤاد نجم شيخ إمام أول ناس أنا أول واحد أمنا ندلون لقاء كل وقت أكتب عني نظري ليس عملي وبعد ذلك انتقلت لا تكون منسق إعلامي في كثير من المسارح في كثير من المسارح عفوا الكرمة الميدان السرايا هذا آه أخرها كان الجوال على سبيل المثال هالمسرح مثل الجوال بحاجة لمنسق إعلامي أو كنت بدك تظل لك ملزق بهذا الاسم لا لا شوف ترى كيف كل الفن بدون إعلام بسواج مصر ما هم كيف إجت الفكرة سواء شانت أنا أنا أجلت معدن من القاهرة كنت مراسل بس فاكتشفت أنه الفنان عندنا اشتغلت بمسرح قال لي واحد صاحبي أنا سلي 14 سنة هوني ابن صفي بقول لي 14 سنة بتمثل بمسرح شاف ابن صفه اللي كان بصفه بعد 14 سنة بقول لي ايش بتشتغل؟ بقول لي أنا بموسل بواحد بقول لي ايش بتشتغل؟ ابن صفي؟ فأنا هاي حزت قلب هيك حز وقررت وقتها أنه أتخصص بالإعلام الفني الفلسطيني والثقافي فا اخترعت إشي اسمه تفنين وبعدين وكالة أنباء تفنين عملتها اللي هي كانت تنشر كل أخبار ما اسمه؟ بعدين صارت ايش بقول لي عثمانية عثمانية؟ تركي؟ لا يا زلمي جمعية عثمانية على سيرة تفنين تفنين هي واحدة من المبادرات والمشاريع اللي كانت عندك اليوم إذا مجرد منكتب في جوجل أسامة المصري تعرف صفحات الأربعة اللي تطلع لنا من المشاريع؟ أعلم أي واحد منهم من هذول المشاريع حاسيت أنه حطيت طاقاتك فيه على الفاضي على الفاضي؟ لأنه شو بقي منهم اليوم؟ ما هو بالظل في مثلا اعملت أنا بداش أسميه على الفاضي لأنه البيزر رح تنب بداش أقول على الفاضي وإنما أهدرت الطاقات فيه ما كانش لازم تحط طاقاتها الأدى فيه مش عارف أقولك إنه آه إنه هيك إشي فيه بقي سعب تحكي على مشروع مشاريعك هيك عاطفياً؟ حتى لو نوقفوا المشاريع المشاريع فيه مليان بعد قائمة لكن هذا لا يعني شيء يعني أنه أنا أسست أول ما صحنا متخلفين عقلياً في البلاد ما صارت هاي فهم كيف؟ إنه عملت أول مهرجان للضحيكين اللي ضحيكون قادمون هاي عملتهم فيها عمل سنتين فيه مهرجان بعد قائم بطمرة الحكواتية القصاصين اللي بيحكوا روايات الرواه اسمه سواليف بعد قائم هذا كل سنة بيعملون أنا مش فيه بس أنا أسسته طبعاً مسرحيد غيرني يعني التعريف صلوا 19-20 سنة يعني هذا ثابت وقائم اللي يقام فيه مدينة عكا آه تأسيس أشياء تأسيس فرقة كوميديا بلاش هادي أول فرقة بانتوميم أنا وميسرة وكمان أخواتي كان كتير أخواتي يشتغلوا معي رح نحكي على كثير مشاريع بس أبل سؤال سؤال من ما ينضم لنا شخص إضافي لها القاعدة في عندك مفهوم للتراجع؟ بتتراجع أوقات عن مشاريع أنت بتفوت فيها؟ ممكن ها تتردد؟ بتردد كمان بتردد كمان بتردد كم ممكن أتراجع مين كفة الميزان في البيت اللي ممكن تخليك تتراجع؟ أو تقدم على إشي؟ أقدم على إشي كتير أشياء يعني أنا لأنه أحب أنا مبادر وبتحشر بالشغل يعني ولا مرة بخلي الإشي يعني بدون مبادرة لشغلة معينة إسا مثلا مخلص معك بدفق معك على شغلة معينة بنعمل أنا وياك بعدين تعرفت عليك فممكن نعمل أنا وياك إشي هايك أنا عندي دايما بشوفك حامل كوباي عملها أنت بقولك والله هاي كبابة بتعرف مثلا شغلات ممكن تعني استثمر عندي أفكار دايما أما أتراجع الإشي الوحيد اللي ممكن خلينا أتراجع إنه أحس إنه رح يكون في خسائر أو علي أو ماديا أو علي من ناحة أهم إشي إنه في أرباح لا خسائر ممكن بال صد اليا سفير عم نحكي عن أرباح فضل يا سفير سفير المصري ابن أسامة كيفك الحمد لله شو الأخبار عم نحكي عن خسائر فأنا قلت له أرباح أنت كربح عم نحكي على سفير وعم نحكي على ميسم أيضا رح نحكي كمان عن أمور ثانية بتتعلق فيهم بس بتحس إنه أبوك بكل هذا المجال خسر كثير لا بالعكس بالمجال الفني يعني لا بالعكس لا خسر يمكن حطقات بمحلات مش كان كتير لازم يبذل طاقة فيها لا أعتقد أبدا لا أعتقد حبيت أي لا أعتقد شو؟ أقول له هيك بجاوبوا لا أعتقد لا أفكر ما أعرفني أنا أعرف حاولت فصح أنا لا ما أفكرش يعني ما إنه حطقات على الفوضي لا زفير قبل ما نتخرف أكثر عن أبوك هيك ونفوت على موضيع اللي إلها علاقة في العالي خرفنا شو عن حالك أمورك هيك أخبارك عن حالي كيف؟ إيش بدك؟ اسألني وبقول لك الأسئلة اللي هيك عرفت حالك فيها قبل ما نفوت على الهواء شو أوليش سألتك شو عاملت تدرس تدرسيش؟ تخرجت ما تخرجتش؟ أوكي تخرجت مش من زمان صار اللي نص سنة متخرج اتعلمي الطب بسنان ونجحت بالامتحانات وبشتغل وبنفس الوقت منحاول يعني نعمل فن مع الوالد مع العيلة كلها يعني وهذا حاليا هيك باختصار يعني حلوة صورة التخرج بفكر لها نحن عم نشوفها حاليا هاي ميسام هاي ميسام ميسام مصري ميسون أسدي زوجة أسامة وكمان سفير وميسام وين كانت السورة؟ وين الجامعة كما مرة؟ الجامعة بمولدوفا إذا سفير بعثته على مولدوفا وميسام في قلنا تورونتو؟ تورونتو في كندا تمام يا أخي شو؟ ليش بعت أولادك لبرا؟ بيتخلص مننا بتخاف عليهم البلد؟ لا الفرص يعني مثلا أو هات قصيغ سؤالي بطريقة أفضل بتفضل يكون عندهم مستقبل آمن من المستقبل اللي عم بنبني للشباب والصبايا في البلد أنا واضح هذه أكيدة بس أنا لما بفكر مثلا هو اللي اختار طبعا مش أنا اللي اخترت الطب من الأسنان اختار فتاة أريت أنا أنه مولدوفا تبقى أسنان يعني من المتميزين بين 13 دولي بالعالم تميزي واحد منهم وطبعا سعره منيح وإلى آخرين كان ملائم ومنت حلال كمان يشاهد الصدف أنه ترونتو منت عمه يعني منت أخوي ساكنة في ترونتو بجيله نفس السنة خلقات نفس الشهر وبتتعلم بها بدت تتعلم بها ماذا السفارة؟ كمان حسبت أنه ترونتو فشأة من هولوود مع أنه كان صار من هولوود يعني هو من قبل هو عمره 13 سنة هذا الموضوع إذا رح نحكي عنه أكثر أنا بديش يعني شوي نحرق هذا الموضوع بس بدي شوية هيك أرجع للتعريف الشخصي سفير مين هذا اللي قاعد حدك؟ أبوه يعني واضح لي أنه أبوك مين؟ إذا اليوم بدك توصف أبوك لحدا تعرفه لحدا شو بتقوله؟ بس مهو بنفعش أنا اللي أوصف لأنه لا طبعا منفع أنت أنت اللي توصف مش هو يوصف حالي أنا بغيابي يعني قالتو ولا شي بس بس بي لا لا تطلع عشان تطلع علي أقول لك آه لا كأنه مش موجود باختصار شديد بتمنى أصير زيه باختصار شديد أعطيني شغلات هيك من الصفات من الطباع يمكن اللي بتفكر أنه قبل كل شيء أبوي شو أنا بشوف عنه آه إنسان إنسان بكل معنى الكلمة آه قبل ما يكون فنان قبل ما يكون أبوي قبل ما يكون لك أي شيء إنسان هو بعرف عن حاله أنه أنا إنسان آه فأنا كثير بحب إنسانيته ومخيضه منه يعني مين تطبع أكثر من أبوك أنت ولا ميسم؟ حسب حسب شو؟ حكيلي أشوف حسب وحفر لي مثل ما بقوله تطلع التنين مخدين من أبوي تنين مخدين من أبوي بقوله بالمنظر أنا بشبهه أكثر أنا بشوفش هذا الأشي أنا أحلى منك يا أبا طبعا بقوله بالمنظر أنا أنا بشبهه أبوي وميسم طالع للوالدي وبالصفات بالعكس بس ميسم أخد طول أسامة طول أطول ميسم أطول تحب تكون طويل مثل لا مش للدرجة طول منيح تعرف الشباب دائما عندنا هذا المحل ياريتني أطول شوي أطول كم سنتيمتر صح صح لا ماشي الحال عشان بدنا نسكر هذا الموضوع تبع الطباع أسامة أنت بتفكر مين ناخي الطباع أكثر منك مني اثنين لكن تعرف مش الكل تنسب صفات لكل واحد منهم يعني مثلا سفير وأنا بعرف بعهد أنه عنده خيال كتير جميل واسع وهذا أخذ مني منه صغير عنده خيال وعنده كمان حسن الكتابي كان يكتب بسا طبعا لما راح أطيب ترمي خف خف أما هو عنده وعنده خيال يعني كان يعجبني تخيل العالم مش كل واحد يعجبني يعني ما أضر على هذا كان يعجبني يعني ويبهرني ما يسمى مثلا عنده الحس الإخراجي يعني مرة كان عم أدربني على مشهد هون هون الزهار فعم بقوله بس تفوت على المسرح أعمل هيك وأعمل هيك أعمل هيك وأعمل هيك أعمل هيك وأعمل هيك بحثت في اليوتيوب ولا هو هو شو بقول له ما يسمى بسرح لسفير سفير مش عم بذبت بالشي بقل له اسمع لما الحرام يبفوت على البيت مش بصل لفتنع واا 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 هاد عظر منها وصغير عم بحكي لك على الظفل أنا مش بلاصلس هيك بقول له أيها بالظبط يعني أنا هاي تعليمات إخراجية تعليمات إخراجية للمستوى الأول بالضبط كيف لا يعيش الممثل الدور آخر سؤال سفير بتغار أوقات على أسامة بتقول هيك بس الناس يحكوا على أسامة بتقول لا هذا أبوي إلي لحالة مش لازم الناس تعرفوا ولو أنت بصغير أفكرش لا طيب يعني إسا أنا مش رح حاول أخذ منك ولا تصريح بس في عنا جزء ثاني بتعرف رح نكمل فيه ونحكي لبلد كتير عن هاي العيلة وعن اسم كمان كتير هيك طلع في الحديث ميزم مصري ونشوفه كمان على الشاشة بطريقة أو بأخرى بس هذا كلهم في الجزء الثاني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر